السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابنا الأعزاء في حصة جديدة من حصة الرياضيات لهذا اليوم كيف أنتم وكيف أصبحتم هيا يا أول أحضر كتابك الرياضيات والقلم يفتح الكتاب صفحة رفعاً خمسة وأربعون خمسة وأربعون والآن لنبدأ في الحصة سابقة يا أول تعرفنا على الطرح باستعمال خط الأعداد الطرح باستعمال خط الأعداد يعني بدي أنزل تنازلي بدي أخذ من العدد بدي أقلل منه يعني بدي أنزل تنازلي طرحنا مثال 12 ناقص أربعة انظر نقطة البداية العدد 12 ناقص أربعة يعني بدنا نقفز أربع خطوات تنازلي 12 11 10 9 8 الجواب هو العدد 8 كيف أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج طرح عددين؟ كيف يا أول؟ ننحط نقطة بداية وننزل تنازلي بحسب العدد المطروح والآن أتحقق من فهمي أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح 17 ناقص أربعة نقطة البداية في الطرح دائما يا أول هي العدد الأول 17 ناقص أربعة أين العدد 17؟ العدد 17 ناقص أربعة يعني بدي أنزل أربعة تنازلي 17 16 15 14 13 أحسنتم الجواب هو 13 أحسنت بدون خط الأعداد يا أول بدنا ننزل 17 16 15 14 13 13 والآن 9 ناقص ثلاث نقطة البداية العدد تسعة هيا يا أول 9 العدد تسعة ناقص ثلاث 9 8 7 6 أحسنت إذن 9 ناقص ثلاث 10 يساوي 6 والآن 15 ناقص 7 15 هي نقطة البداية ناقص 7 15 14 13 12 11 10 9 8 8 15 ناقص 7 يساوي 8 أحسنت والآن 20 ناقص 6 هيا يا أول 20 19 18 17 16 15 14 أحسنت 20 20 ناقص 6 يساوي 14 10 والآن 14 ناقص 5 14 ناقص 5 14 13 12 11 10 9 أحسنت إذن 14 ناقص 5 يساوي 9 رائع يا بطل الآن 6 ناقص 6 هيا على خط الأعداد 6 ناقص 6 5 4 3 2 1 0 الجواب هو العدد 0 أحسنت 1 2 3 4 5 6 6 يساوي 0 أحسنت يا بطل والآن في إحدى المزارع 18 خروفاً منها 7 خراف صغيرة ما عدد الخراف الكبيرة؟ يوجد يا أول 18 خروفاً 7 خروفاً منها 7 خراف صغار 7 صغار ما عدد الخراف الكبيرة؟ بدنا ننزل تنازلي من الثمانية عشر إلى العدد سبعة يلا يا أول ثمانية عشر سبعة عشر ستة عشر خمسة عشر أربعة عشر ثلاثة عشر اثنى عشر أحد عشر الجواب أحد عشر خروفاً كبيراً أحد عشر خروفاً كبيراً أحسنت الآن أطلب إلى طفلي أن يستعمل خط الأعداد لإيجاد ناتج خمسة عشر ناقص سبعة بدنا نرسم خط الأعداد يا أول بدنا نمثل خمسة عشر ناقص سبعة باستخدام المصدرة طبعاً يا أول بدك ترسم خط الأعداد بدك تختار الخمسة عشر نقطة الوداية بدك تنزل منها سبع خطوات الآن افتح كتاب تمارين الطالب صفحة رقم واحد وعشرون لاحظت سهل كثير صحي أول أجد ناتج الطرح باستعمال خط الأعداد ثلاثة عشر ناقص ثلاث أين العدد ثلاثة عشر ثلاثة عشر ناقص ثلاث بدنا ننزل ثلاث خطوات واحد اثنان ثلاث الجواب هو عفواً ثلاثة عشر ناقص خمسة ثلاثة عشر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الجواب هو العدد ثمانية ستة عشر ناقص ثمانية ستة عشر هي نقطة البداية ستة عشر ناقص ثمانية بدنا ننزل من العدد 16 ثمانية خطوات يلا يا أول تنازلي 15 14 13 12 11 10 9 8 الجواب هو ثمانية 13 ناقص 7 13 ناقص 7 بدنا ننزل سبع خطوات يلا يا أول 1 2 3 4 5 6 7 الجواب هو العدد 6 ننزل تنازلي 13 12 11 10 9 8 7 6 أحسنت والآن 18 ناقص 13 18 ناقص 13 بدنا ننزل 13 خطوة يلا سبعة عشر خمسة عشر 14 13 12 11 10 10 10 9 8 7 6 6 5 الجواب هو العدد 5 أحسنت والآن 20 ناقص 11 والآن 20 ناقص 11 والآن 17 ناقص 9 17 ناقص 9 نقطة البداية هي العدد 17 ناقص 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الجواب هو العدد 8 لاحظ يا أول أنه أنا مرة بنزل تنازلي حسب الأعداد ومرة بعد العدد المطروح أكتب جملة الطرح الممثلة على خط الأعداد بدنا نكتب جملة الطرح طبعا جملة الطرح دائما بداية تبدكون هو العدد الكبير لأنه بدنا ننزل منه تنازلي إذن بداية جملة الطرح هي العدد 11 ناقص كم خطوة نزلنا يا أول 1 2 3 4 4 خطوات إذن 11 ناقص 4 الجواب 7 أحسنت إذن نبدأ جملة الطرح هي أول بالعدد الأكبر لأنه بدنا ننزل منه تنازلي ناقص عدد الخطوات اللي نزلناها والجواب العدد اللي وصلنا لعنده الآن مع فادي 15 دينارا اشترى منها هدية لأخيه بمبلغ 6 دنانير كم دينارا بقي مع فادي؟ مع فادي 15 دينار 15 دينارا اشترى هدية لأخيه بمبلغ 6 دنانير كم دينارا بقي مع فادي؟ يلا إنزل تنازلي 6 خطوات خمسة عشر أربعة عشر ثلاثة عشر اثنى عشر أحد عشر عشرة تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نزلنا 6 خطوات معناته الجواب هو العدد تسعة أحسنت يا بطل الدرس كثير سهل خاصة إنه أخذنا خط الأعداد التنازلي مسبقا يعطيكم العافية يا أول